مراكش عالمية بغينا ولا كرهنا؟ مراكش ليس ببعيد أيام احتضنت مهرجان السينما وكان حضور وازن على المستوى العالمي من نجوم الفن السابع بعدها بأيام يأتي هذا الحفل الذي كنا قد احتضرناه في مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة السنة الماضية هذه السنة انتقل صوب مدينة مراكش بكل صراحة وأنا أتابعك مشاهد عادي بسيط جداً سعادل البروتوكول ديالكرة الذهبية البصاط كما اعتدناه جمالية مراكش في المعمار والهندسة المعمارية ظهرت وبكل صراحة التنظيم والترتيب من الدخول وصولاً إلى القاعة التي كانت حدث ولا حرج بشكل رائع مزدانة بهذا الحفل بالإضافة إلى التفاصيل التي تضمنتها ساعات الحفل كلها بمواصفات عالمية صحيح هو تنظيم كان في مستوى التطلعات يلقى إلى مصف والإشعاع الذي أخذته المملكة قرياً ودولياً ننسى أن المدينة الحمراء ذكرتها من لحظات احتضنت في السابق كوب فاندو احتضنت أيضاً المؤتمر الخاص بصدق النقد الدولي غير بعد الزلزال أحداث كونية بالجملة أحداث كونية بالجملة طبعاً بمعنى أنه عالمية مراكوش تتحدث عن نفسها وبالأمس كان البساط ليس الأحمر ولكن البساط الدهبي يعني نسبة إلى الجوائز التي ستملحها الكاف سواء إلى اللاعبات أو اللاعبين أو أيضاً إلى الفائزين بمختلف الجوائز الحضور أيضاً أكثر من 16 لاعباً دولياً من عرفناهم في الملعب الدولية كسامويل إيتو كالحاج ديوف فاديقا وغيرهم أيضاً اللاعبين المغاربة كبدو الزكي كعزي مدربالا كأيضاً طار لخلج مروان السمار سفناء سفناء يوسف حجي يوسف حجي بمعنى أنه أعادت لنا هذا الحفل أعاد لنا دكريات والشريط مجموعة من اللاعبين الذين أتتوا في الملعب الدولية والإفريقية والآن مع أساطرنا كلهم ودادين هذا سميت بالعائلة الويدادية نادر والدودي وأبو دربالا والزاكي ونادر وأيضاً نوردين نايبت فبالتالي أعتقد أن كل شيء كان جميلاً جداً وبتصريحات أيضاً للضيوف الكرام التي كنا في كل ضيف كنا نتحدث معه كان يذكر دائماً التنظيم المحكم للمملكة المغربية ويتحدث أيضاً على كاس إفريقيا وكاس العالم القادمين نعم تستحق صبغة العالمية هذه النسخة من جوائز الكاف؟ طبعاً نوفل لعل ما تفضلت به وتفضل به زميل العلوي يؤكد ذلك وما شاهدناه بالأمس على أن هذه النسخة كانت عالمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى شكلاً ومضموناً لمست كل شيء لا التطور ولا كذلك التقديم الجغرافي لهذه المدينة الجميلة مدينة النخيلة المدينة الحمراء أعتقد على أن المملكة المغربية كما صرح رئيس الكونفيدرالية الإفريقية لكورة القدم سيد موتسيبي على أنها رفعت الصقف عالي عالياً سواء على المستوى الفني والتقني من خلال النتائج المحققة أو على المستوى التنظيمي أعتقد اليوم المغرب يؤكد مرة أخرى لمن لديه شك على أنه لم ينل شرف تنظيم كاس إفريقيا 2025 وكذلك تقت الفيفا بتنظيم حدث كوني وهو الحدث المونديالي سنة 2030 مع الجارتين الشماليتين البرتغال وإسبانيا بالصدفة وإنما هذا البلد صار وجهة للأحداث الرياضية الكبيرة وجهة كذلك للمؤتمرات والتظاهرات الرياضية الفنية السياسية الاجتماعية ودائما ما يخرج أي حفل في أباحل صحيح كانت بكل صراحة المشاهد حتى جودة جودة الصورة من خلال كان هناك إشاذة كبيرة جدا وليست مغربية مشاهدين الكرام ولكن حتى على المستوى من يتابع المختصين في الشأن الرياضي